في العراق حديث ذو شجون عن قصة عشرات الآلاف من الأبرياء القابعين في غياه بالسجون منذ سنوات طويلة دون ذنب أو بتهم كيدية يعانون سوء المعاملة بكل أنواعها يحرمون من مقابلة ذويهم أو التمتع بأبسط حقوقهم كبشر ويتعرضون لشتى أنواع التعذيب والتنكيل منظمة هيومن رايس ووش أكدت أن دراسة دقيقة لقرارات محكمة التمييز العراقية في القضايا المتعلقة بالإرهاب أظهرت أن القضاة تجاهلوا مزاعم التعذيب أو اعتمدوا على اعترافات غير مدعومة في عشرين قضية تقريبا خلال ثمانية عشر شهرا وأضافت المنظمة في تقرير جديد لها أن عددا من مزاعم التعذيب أثبتت من خلال فحوصات الطب الشرعي إذ كانت بعض الاعترافات لا تدعمها أي أدلة أخرى سوى أنها انتزعت بالقوة عن طريق التعذيب وأشارت إلى أن مثل هذه القضايا تبين مدى الثغرات في نظام العدالة الجنائية في العراق التي تمتد إلى أعلى مستوى مبينة أنه بموجب القانون الدولي يجب أن لا تعتمد المحاكم أبدا على الأدلة يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب ونقلت تقرير عن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه قولها إن تحقيقا في عدد كبير من أحكام محكمة التمييز العراقية خلص إلى ما يمكن أن يكون حالات متكررة لسوء المحاكمة في قضايا ما يسمى الإرهاب ودعت المنظمة الدول الأعضاء في التحالف الدولي التي ستجتمع في السادس والعشرين من هذا الشهر على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك دعتها إلى الاتفاق على عدم نقل المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة من سوريا إلى العراق إلى أن يتمكن النظام القضائي العراقي من ضمان امتثال المحاكمات الجنائية للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة وأن تفرض الحكومة وقفا على عقوبة الإعدام التقارير التي تصدرها هيومن رايس ووش وغيرها من المنظمات الدولية لا تمثل إلا قمة جبل الجليد في الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون في العراق والتي تشمل إضافة إلى ما ذكر عمليات الابتزاز التي تطال أهد المعتقلين الذين يضطرون لدفع مبالغ طائل لمعرفة مصير أبنائهم أو التهم الموجهة إليهم وتهديدهم باعتقال ذويهم ولا سيم النساء وغيرها من الفضاع التي يشيب لهولها الولدان